اهلا بحضراتكم من جديد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي في اليابان لحضور مؤتمر التيكاد اللي بيمثل اهم عناصر التعاون بين اليابان وبين القارة الافريقية في شهر اغسطس 2024 اللي احنا فيه دي اجتماعات بتشمل كل وزراء خارجية الدول الافريقية والجانب الياباني للتحضير للمؤتمر على مستوى القادة اللي هيعقد فيه اغسطس 2025 طبعا وصل الدكتور بدر عبد العاطي الى اليابان التقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كشيدا ودارت مباحثات حول العلاقات المصرية اليابانية بعد ترفعها وزيارة رئيس الوزراء في مطلع هذا العام الى مصر والعلاقات بيننا وبين اليابان الحقيقة علاقات على مستوى عالي من الاستراتيجية تم ترفعها والسفير الدكتور بدر عبد العاطي التقى رئيس الوزراء وكانت المباحثات بينهما عن العلاقات المصرية اليابانية وترفعها والاستفادة من هذا الترفيع خلال هذه المرحلة زي ما صرح بذلك السفير احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية ايضا التقى الدكتور بدر عبد العاطي بوزيرة الخارجية اليابانية يعني هو التقى برئيس الوزراء الاول ثم التقى بنظرته اليابانية ودرت ايضا المباحثات حول العلاقات التنائية لقضاء ذات الاهتمام المشترك بين الجانب المصري والجانب الياباني ثم التقى برئيس منظمة التجارة الخارجية اليابانية الجيترو والحقيقة بعد اللقاء ده الدكتور بدر عبد العاطي اكد اهمية عقد مؤتمر استثماري مصر ياباني بدت الارتقاء بالتعاون بين الجانبين على غرار المؤتمر الاستثماري المصري الاوروبي وده لقطة الحقيقة يعني لقطة ممتازة جدا وانا قلت قبل كده لما كان السفير بدر عبد العاطي موجود في رواندا لحضور تنصيب الرئيس الرواندي خلص الشق الدبلوماسي والشق السياسي وكان في قلب هذه المباحثات واللقاءات البعد الاقتصادي بمفهومه الشامل وانا ساعتها اطلقت يعني ما يسمى بالدبلوماسية الاقتصادية او الاستثمارية النهاردة موجود وزير خارجية في اليابان والتحركات بيقابل وزراء ومسؤولين مش بس وزير خارجية ورئيس الوزراء بيسلموا رسالة من الرئيس لا ده بيبدأ في نسج علاقات اقتصادية تعاون دولي وبيقول اليابانيين ترفيع العلاقات لابد ان نعكس على حجم التجارة حجم الاسمار وبيدعو لعقد مؤتمر الاسمار المصري الياباني على غرار اللي حصل بين مصر والتعادل اوروبي خلال الفترة الماضية واعتقد ان ده التحرك الاقتصادي الدبلوماسي اللي احنا دايما بننتظره في مثل هذه اللقاءات ايضا وزير خارجية بيلقي كلمة مصر امام التكاد وبيؤكد في الكلمة على الامن والسلم الاقليمي وبيؤكد على دور مصر في هذا الاطار والدور التنموي وكلمة اهو ده في الجلسة الثانية من الحوار المفتوح بحضور القادة اليابانيين وحضور وزراء الخارجية من الدول الافريقية ايضا التقى الدكتور بادر العاطي برئيس جامعة الامم المتحدة في توكيو والحقيقة كان برضو رئيس جامعة الامم المتحدة في توكيو كان الحوار برضو عن الدور المصري والتعاون اللي ممكن يبقى موجود بين الجانبين في هذا الاطار ايضا التقى وزير خارجية اثناء وجوده في اليابان بوزراء خارجية الدول الافريقية نظراءه بنين السنغال الكونغو ولسه المقابلات يعني بتسير في هذا الاتجاه ايضا من توكيو بيقوم بدر عبد العاطي وزير خارجية باتصال هاتفي مع نظيره الايراني وهذا الاتصال مع بس عرقجي وزير خارجية ايران السفيرة احمد ابو زيد قال انه سيد وزير خارجية قدم تهنئته لنظيره الايراني بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد بعد منحه الثقة من البرلمان الايراني متمنيا له التوفيق في مهامه القادمة الوزيرين بدر عبد العاطي وعرقجي نقشوا الوضع الاقليمي المتأزم في ظل استمرار الحرب الجارية في غزة والانتهاكات الاسرائيلية المتكررة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني واعرب الدكتور بدر عبد العاطي عن تطلع مصر للتوصل الاتفاق تهدئة يتم بمجابي وقف اطلاق النار وانجاز صفق التبادل الرهائن والاسرة متمنيا ان تكلل جهود الوساطة بالنجاح لتخفيف حدة التوترات التي تشهدها المنطقة تفاديا لانزلاق المنطقة في حلقة المفرغة من العنف والتصعيد والتصعيد المتبادل الحقيقة ده يعني نشاط الدبلوماسية المصرية بشكل يعني اعتقد انه ملحوظ خلال تحركات وزير الخارجية الاخيرة الحقيقة عندي بيان من وزارة المالية بيكلم عن تقرير مهم جدا جدا وهختصره بسرعة تقرير شركة دي كود تقرير شركة دي كود هذا التقرير الحقيقة بيتكلم على اداء مصر خلال السنتين الماضياتين للتحسن مؤشراتها الاقتصادية خاصة الشفافية اهو قدام حضراتك اهو ده التقرير يا ريت تيجيب لي يا سروة اهو عن موازنة عن دور مسح الشفافية العالمي لعام 2023 والمنشور في 24 هاتلي يا ابني لو سمحت دي كود اهو شركة دي كود قالت ان مصر تتخطى المتوسط العالمي لاول مرة وتحقق في مجال الرقابة المالية كنا اربعة واربعين نقطة يعني كنا عندنا في تقرير شفافية اربعة واربعين نقطة زدنا هو بقينا كم نقطة اربعة وخمسين ستتاشر نقطة تقريبا مش تقول ابني لو ايه ستتاشر نقطة زدناهم كنا باللون اللي هو الاخضر وزدنا عشان اربعة واربعين اربعة وخمسين يبقى عشر نقاط اهو يعني ده تطور ملحوظ وسريع في وقت القياسي اغيروا يا حبيبي وكمان اشرت شركة دي كود الى تحسن ترتيب مصري من الدول بست نقاط في دور تستبيان الموازنة المفتوحة لعام 23 المنشور من قبل شركة الموازنة الدولية اي بي في ميو 24 اهو احنا احتلنا المركز 63 من 125 دولة يعني في 125 دولة احنا رقم 63 في ميو 24 كنا رقم 69 كنا رقم 69 كنا متأخرين اتقدمنا ست مراكز من 69 من 120 دولة بقينا 63 من 125 دولة يعني اتقدمنا 6 مراكز في هذا المعيار غيروا يا حبيبي ايضا خلال 23 احنا الحمد لله اهو شركة دي كود قالت ان مصر حقاقت 49 نقطة في سنة 23 في مجال الشفافية العلمالية واتحت البيانات مقارنة ب43 نقطة في عام 21 لتتخطى المتوسط يعني 49 نقطة دلوقتي احنا عندنا 49 نقطة في تقرير الشفافية كنا كام 43 اهو التخطى المتوسط العالمي كام 47 يعني اعلم المعدل العالمي بنقطتين كنت 43 نقطة اقل من المعدل العالمي اهو كنا كده بقينا 49 والمعدل العالمي يقول 47 يعني اعلم المعدل العالمي طبعا مقابل المتوسط لمنطقة شرق الاوسط وشمال افريقيا كان 24 انا اعلم منه بكتير جدا ولتتخطى بذلك ايضا متوسط منطقة جنوب اسيا والبالغ 34 نقطة يعني الحمد لله احنا في هذا التقرير بقينا يعني اعلى من المعدل العالمي هاتي يا سارط ايضا يعني خلال عام 21 كنا 19 على من مئة دولة النهاردة بقيت 35 من مئة دولة يعني اقدمت اقد ايه المتاصل العالمي 16 انا النهاردة 35 شركة دي جي دي كود قالت ان مصر قفزت فيه مؤشر مشاركة الجمهور الجمهور ده اللي هو التشريع اللي هو الهيئات البرلمانية سواء الشيوخ مجلس النواب والمجالس الاهلية وغيره ومشاركة الاعلام وغيره لا فيه مشاركة بنتكلم في الموازنة وبنتكلم وبناقش والبرلمان بيناقش وغيره احنا كنا رقم 19 على 100 يعني من مئة دولة كنا 19 النهاردة بقيت 35 تقدمنا كتير جدا الحمد لله هو والمتاصل العالمي 16 ده اللي تحت كده بقى فيه كارسي لنحقق نحو 35 من مئة ارتفاعا من 19 من مئة في 2021 اللي تتعدى بذلك من توصل العالمي البالغ 16 من مئة غيره يا حبيب شركة دي كود قالت ان مصر صعدت للمرتبة تصعارت للمرتبة التامنة عالميا انا مشتعل عالم في مشاركة الجمهور بينا الايه التامن عالميا اهو والاول عربيا اهو والتاني عربيا كانت للأردن يمكن اهو وبعدين اعتقد المغرب يمكن والله يلا يا صارت شركة دي كود قالت التحسن الملحوظ في مؤشرات مصر الشفافية مشاركة الجمهور الرقابة على الموازنة الصادر من منظمة شراكة الموازنة الدولية ثمرت جهود كبيرة على مدى 9 سنوات لتطوير اطر الشفافية والافصاح ده اللي قالته شركة دي كود خلاص يا ابني اوضحت شركة دي كود ان الموازنة التشاركية اداة مؤسسية لضمان بتحمي مشاركة الفعالة لتحقيق مشاركة فعالة للجمهور لرفع الوعي وتمكين الشباب والمرأة وذوي الهمة ده اساس العمل اللي بتكلم عليه دي كود غيره يا حبيب شركة دي كود قالت التقدم اللي احرزته مصر فيه المؤشر الخاص بمشاركة الجمهور يرجع الى قيام الوحدة باستخدام آليات المشاركة المجتمعية تمكين واشراك الجمهور خاصة المرأة تمكين المواطن الفئات الاكتر احتياجا من المشاركة اثناء مراحل اعداد الموازنة لعمل الدولة من صياغة وتنفيذ ومتابعة ورقابة الموازنة والتوسع في التنسيق مع المحليات دوين عام المحافظات في عقد جلسات استماع جمهوري في محافظتي الاسكندرية والفيوم غيره يا حبيب اكرت شركة دي كود دي شركة هي قدام حضراتكم ممكن اي حد يخش يشوف هذا الكلام على تضمين تجربة مصر الرائدة في المبادرة الوطنية للنموذج التشاركي كمثال يحتزى به في التقرير العالمي لاستبيان الموازنة المفتوحة لعام 23 اهو قدام حضراتكم ممكن اي حد يلقط هذا ويشوف الكلمة اللي احنا بنقوله ايه غيره يا حبيب اختتمت شركة دي كود للإسشارات الاقتصادية والمالية تقريرها عن أداء مصر خلال العامين الماضيين تحسين مؤشراتها لشفافية الموازنة والمشاركة المجتمعية والرقابة عالميا على دورة مسح الشفافية العالمي لعام 2023 والمنشور في 2024 زي ما قال دي كود تقاس التوصيات بالنتائج وليس بالنواي اعتقد انه يعني النتائج واضحة جدا والمؤسسة بتقول انه مصر يعني عملت حاجة عظيمة خلال الفترة الماضية في ضبط ومنخشة ومشاركة وشفافية الموازنة العامة للدولة طبعا النهاردة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس وزراء قال انه خلال النص الاول من ستمبر المقبل وانا بتكلم عن وزارة المالية بيقول بيقول ده كان في بعد عقب اجتماع مجلس وزراء يوم الخميس اللي فات اهو قدام حضراتكم قال الدكتور مصطفى مدبولي ستعلن الدولة المصرية من خلال وزارتين المالية والاسمار العديد من الاجراءات اللي سماها بنقصين الثورية اجراءات ثورية ثورية فيما يخص الضرائب اهو في مجال الاصلاح الضريبي تشجيع وجذب الاسمارات تيسير وتسهيل الاجراءات فيما يخص الاسمار والتجار الخارجية بما يلبي مختلف متطلبات واحتياجات القطاع الخاص والمستثمرين الدكتور مصطفى مدبولي قال اثناء ترقصه الاجتماع يوم الخميس اللي فات بدينة العالمين الجديدة انه منذ عام بقولك تم اصدار 31 رخصة ذهبية قال انه توجه الدولة لدعم وتشجيع المشروعات الكبرى واضح مش محتاج يعني ان احنا نتكلم فيه وقال انه مشاركة القطاع الخاص كانت 27% النهاردة 37% وان شاء الله هنوصل السنة للـ 50% هدفا موضوعا نوصل لـ 65% كقطاع خاص من جملة الاسمارات الموجودة في الدولة اعتقد النهاردة الحقيقة كنت تقبلت معا اصدقائي وهو عنده مصنع من المصنع يعني الصغيرة او المتوسطة وبسأله وبقوله يعني تحركات وزارة الصناعة والدولة خلال من رحلة القادمة اكتشفت انه ما تقوم به الحكوم وما يقوم به نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية مهندس كامل وزير وصل الى كل مكان فيه مكانة شغالة كل مكان فيه عامل صناعي كل مكان فيه مستثمر هذا صديق النهاردة الحقيقة وانا كنت قاعد بسمع بشوف رد الفعل بتاع الصناعة وده الرئيس جامعية كذا ولا رئيس لا ده مصنع يعني حد من الاصدقاء القدامة قال لي انه اللي بيحصل غير مسدق والله قال لي اللي بيحصل ده شيء يعني خارج اطار التصور ما كنتش نتصور انه بهذا الشكل انه اللجان كلها تبقى مرة واحدة للتفتيش مش كل واحد يروح بقى يخبط انتو عارفين القصة ايه قال لي تفاصيل كتير جدا انه لأ هذا العصر سيكون ان شاء الله عصر تنمية وتوطين وتعميق الصناعة المصرية احنا ماشيين في الطريق الصح لا مش ماشيين قال لي احنا بنجري بنقفز خفزات تاريخية حقيقة شهادة النهاردة ابهرتني والله رفعت معنوياتي ومنتهى التجرد بيحكي لي صديقي بيقول لي انه الصناعة المصرية اخيرا وجدت اب شرقي وجدت واحد ياخد بيديها وجدت واحد قادر على اتخاذ قرار وجدت واحد ايده مش مرتعشة وهو بيمضي وجدت واحد قوي يدافع عن الصناعة والصناعة وان شاء الله الناس متفائلين يقول لك احنا هنضاعف من خطوط انتاجنا احنا هنتوسع ليه لانه انا معنتش خايف معاتش فيه مبرر للخوف دي شهادة انا بقولها والله حدست اليوم طبعا الدكتور مصطفى يوم الخميس برضو تكلم من ضمن الحاجات المهمة اللي احنا يعني بنقر فيه ده هتكلم على بيبشرنا ان شاء الله انه مصر بتعتزم اعادة انتاج النفط والغاز لطبيعته اعتبر من 25 احنا كان عندنا شبه اكتفاء ذاتي وكان عندنا الحمد لله رب في الغاز وشوفنا حق الظهر وغيره توقفت نتيجة مشكلة في العملة وتوفيرها وسدد مستحقات المستثمر للاجانب في قطاع الغاز والنفط لكن يعني الحمد لله احنا احنا امنا الحمد لله يعني احنا فيه عندنا استنهاض للهمم وعندنا نوبة صحيان وعندنا يقظة موجودة وكان الامر يعني احيز اقولك ما جرى خلال الازمة بتاعت الدولار فاكرين لما كنا بنطلع ننتحب هنا ونقول للناس كفاية يا جماعة كفاية ناكل في بلدنا كفاية ناكل من لحم الحي في بلدنا لتجار العملة والتجار الجاشعين فاكرين الازمة لما كنا بنروح نلاقي السعر زاب تلات مرات في يوم فاكرين لما كان الدولار وصل لقد ايه و70 جنيه و75 جنيه والناس قاعد بتاكل في لحم البلد بينهشوا في لحم البلد حسب يالله وانعم الوكيل فيهم والله والله المال الحرام ما بينفع والله والله تاني المال الحرام مش بس انك تمدي ايدك وتسرق ولا تاخذ راش ولا تدرش ولا المال الحرام لنك تستغل موقف فيه بلدك تستغل الناس تستغل وذا فيه ناس يا جماعة أقسم بالله العظيم في ناس ممكن تتمنى يكون عنده ألف دولار عينه في بيته نفسه الدولار يوصل ألف جنيه عشان الألف دولار اللي عنده ولا فرق مع البلد في ناس كده عموما بقول تاني أنه اللي حصل خلال الأزمة اللي فاتت كانت أصعب أزمة على مصر أصعب أزمة على مصر الرئيس كان بيتكلم بيقول اتطمنه في أكتر من مناسبة الرئيس كان دايما يقول اتطمنه وبيقولها كده بيقولها هو واتق اتطمنه وببساطة اتطمنه اتطمنه اشتغله واتطمنه وربنا معانا إيد ربنا معانا إيد ربنا كانت ومازالت وستظل بإذن الله معانا اللي مد إيده وخد إيدينا من الغرق فأكتر من مرة فأكتر من مرة عبر التاريخ اللي مصر جاء تغرق بإيد ربنا بتتمدلينا وبتنقذنا ده إن الشعب ده طيب وأرضه طهرة ورغم أنف الكارهين والحاقدين والمشاككين اللي انتوا عارفينهم إن البلد دي محفوظة بحفظ الله وبعون الله وبقدر الله والكلام ده مش يعني مش درواشة والله ولا صفية ولا غيره ده بالمنطق والعقل ارجع للتاريخ وشوه ارجع للتاريخ القريب والبعيد وشوه هتلاقي دايما كانت إيد ربنا معانا إيد ربنا حفظانا البلد دي محفوظة رغم صعوبات ومصاعب ومشاكل وأزمات وعكسات وتقطعات ومخربين من هنا ومخربين من هنا وفزدين من هنا وفزدين من هناك وناس بتخططلك بره وناس بتحاول توجعك وناس بتلعبلك على سوشال ميديا وكتائب بتشيكك فيه وبيشتموك كل اللي بيحصل في الآخر ربنا معانا طول ما ربنا معانا سيبك كل الباقي هموش بس نخلص بس نتجرد بس نشتغل بس نتحد بس عدنا على بلدنا كل واحد برضو عينه على شغله كل واحد عينه على شغله ومش بوعز والله لكن النهاردة قريبت كده حكمة بسيطة تبدو بسيطة جدا قال لك يعني عجبا لواحد بيصحى من نوم الصبح لا يرتب سريره مش بيرتبه يعني وعايز يصلح الكون كيف لك أن تصلح وتصحح الكون وانت أصلا بتكسل ترتب سريرك اللي بتنفيه أبسط حاجة إذا أردت أن تنجح في يومك كله ابدأ بترتب سريرك كيف أنت أنجزت حاجة في ناس بقى ما بيركش في شغله نحن كتابي كده في مقالات كتيرة تروح روحت الواحد أشرب عنده شاية واحد من الناس اللي عاديين على كورنيشة بيعمل شاي وقف تديني شاي واقف عايز أفتح معه أشوف الناس وغيره الراجل كلمني في إيران وكلمني على الأمن البحر متوسط وكلمني على أمن البحر الأحمر وكلمني على مضيق باب المند وكلمني على مخاطر إغلاق مضيق أرمز وكلمني على الانتخابات الأمريكية وكمال هارس وترامب وكلمني على اليابان حرب تاريخية بين اليابان وبين حاجة عظمة جدا وبينظر وبتكلم في كل حاجة والمفروض المفروض المفروض ينبغي 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 وراجل بيعمل لي شاي أنا قاعد بيستمي في الآخر عمل لي شي زي 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 زفت ما يشيربش يعني شغلته الأساسية اللي أنا واقف عليه ما بيعملهاش شغلته الرئيسية الأساسية اللي بيقل عليه يلا نروح توله بمناسبتها مش عاملها صح لكنه بتكلم في عايز يبقى رئيس جمهورية وعايز يبقى أمين عاملهم المتحد يعني اتقن عاملك أولا اتقن عاملك أولا ثم تحدث في أمور لكن هنا مشكلتك بتتكلم في كل حاجة احنا اجتماعات المجلس الأعلى تنظيم الإعلام خلال الأسبوع الماضي كانت بتتكلم على هذا الأمر إزاي أنا مش عارف وطلع نظر عليكم إزاي أنا مش قاري وطلع نظر عليكم إزاي أنا عمل أقول أي كلام للملايين اللي بتفرغوا علينا وإحنا قاعدين بنتكلم أي كلام في أي كلام بخلي الناس دمخة تروح فين وتيجي فين أعرف شغلي الأول أعمل شغلي صحي الأول أتقن له وأتقن عملي أولا وبعدين أبقى أتكلم فيه أمور أخرى أصلح اللي بين إيدي الأول وبعدين أنظر أبص في ورقتي الأول لو كل واحد فينا أبص في ورقته هيعمل عظمة لكن أنا مشكلة تساوي بي الورق اللي في إيدي مش قارية عملي أبص على الجنب هنا وأبص على الجنب هنا وأنتقد هنا وأنتقد هنا وأنا مش فاهم اللي بين إيدي إيه مش فاهم الورق اللي معايا إيه أنا شغلتي إيه أنا شغلتي المفروض شغلتي أنا الشخصية عشان أجيلك أقعد الساعتين اللي بععدهم معاك أعود أرالي أربع خمس ساعات كل يوم تقارير أجنبية تقارير محلية تقارير مترجمة إجراءات رسمية أسأل أتصل بالتليفون أسأل ده أروح ده عشان في الآخر أعرف أتكلم قدام حضراتكم دون أن أخطئ ودون أن أضل أو أضل ودون أن يكون هناك نوع من الخروج على المهنية والموضوعية الرجل اللي كان بيعمل شاي ده نموذج الرجل قال لي كل حاجة بمهارة أبهرني لكنه قاب لي شيء زي الزفت ده الخلاصة لو كل واحد فينا عمل شغله مظبوط الرجل اللي بيطلع مش عايز أتكلم في تفاصيل لكن بقول مش عايز أحاول هالوعز يعني لكن بقول علينا أن نتقن أعمالنا أولا وأعتقد لو كل واحد فينا ركز في شغله الصانع المزارع المدرس الطبيب المحاسم المحامي الصحفي غيره غيره كل واحد فينا أعتقد لو أم بشغله البلد دي هتكون في مكان تاني عموما لأ خلينا أطلع فاصل عشان الموضوع اللي جادي مهم جدا مهم هيجبكو جدا 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 هيجبكو جدا جدا بص فضيحة للمدعو اسموه يا ابني عمر عبد الهدي عمر عبد الهدي ده أنا آسف والله يا جماعة بين قسين كده أنا أطلقت عليه الكائن الرخ وعدم الملامح فعلا بلا ملامح عمل زي كده يعني الكائنات الهموشية اللي بتشوفها كده مهاش طعم عموما ارتكب حماقة بمثابة فضيحة هول هيجبكو بعض الفاصل